هيدا البودكاست امتاج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور صندرين عبر حكواتي واليوم رح نعطي بعض النصايح عن كيفية امتاع الزيت عند الأفراد اللي عندن فرج ومهبل مهما كانت ميولكن الجنسية مهما كانت حالتكن العاطفية إذا أنتوا مع شريك أما لا بعض الأوقات الشخص بحس أنه بحاجة أنه يمتع نفسه من حقه أنه يمتع نفسه أنه يستكشف حاله اليوم رح نعطي بعض النصايح كرميل هالاستكشف وهالمتع تكون ممتعة بعد أكتر أول شغلة لازم تكونوا عن جد بالمحل الزهني المثالي يعني ما لازم تكونوا عم تحكموا على حالكن لأنه عندكن تخيلات جنسية أم رغبات حتى إذا أنتوا مش حابين تشاركوا مع حدا تاني بشو بتفكروا السناء متاع الزيت بس بيحقلكم تروحوا وين ما بدكن براسكن إذا هذا الشي بيخليكن تحسوا حالكن مستصرين ما في شي مجوي لدميخكن فيكن تتخيلوا لي بتكن يه إذا ما تستعملوا الأفلام الإباحية أم المواد الإباحية كرميل تحفظوا حالكن أم تحفظوا دميخكن رح تستعملوا روايات براسكن فدايماً بس تستعملوا هالروايات غيروا المحل، غيروا تيابكن، غيروا شغلكون، غيروا الحبيب أم الشريك إذا في حبيب أم شريك بتخيلاتكن وبعدين بركة فيكن مع الشريك تطلبوا منه أنه يعمل اللي أنتو تخيلتوا براسكن إذا حابين تحضروا أفلام إباحية ما تفتشوا على أفلام إباحية معمول للرجال للمغايرين يعني للإتروسكشولمن فتشوا على بون أم أفلام إباحية عادة بتعجب النساء في حتى بعض المواقع الإباحية معمولة حسب أنتو رغباتكن يعني فتشوا على محتوى إباحة أتيكل يكون يكون نسوي ويحترم المرأة، جسد المرأة ورغبات المرأة على فكرة كتار من النساء شو ما تكون مو يولون الجنسية يعني حتى النساء اللي مننون gay أم lesbian بيحبوا يحضروا lesbian sex ليش؟ لأنه هالأفلام عادة ما بتكون عم تستعمل المرأة كغرض وفي بعض النساء حتى بيحبوا يحضروا رجال مع رجال ما تخافوا تستعملوا الأفلام الإباحية اللي بتصيركن وعلى فكرة الأفلام اللي بتحضرون ما بتدل على ميولكن الجنسية فما تعتلوهم إذا الأفلام اللي بتحضروا منا بالطابق أنتو حياتكن الجنسية الأفلام الإباحية أم حتى المصادر الإباحية منا واقعية هي خيالية الواحد يرفح حاله يسلي حاله هلا رح نعطي بعض التقنيات فيها تحسن عملية امتاع الزيت أول نصيحة هو أنه تمسكوا في خاطكن الداخلية أم حيالا غير مطرح بجسمكن حساس بس تكونوا بنص النشوة هذا الشي عادة بيزيد قوة النشوة الجنسية مثلا بعض النساء بيحبوا يلمسوا أم يحفزوا حلمات السدة بس يقربوا من النشوة كرمال يزيدوا من قوة النشوة بس تحفزوا البذر ما تحفزوا بس البذر بس كل المنطقة اللي حواليها بعض الأوقات اللي بتحفيز المباشر على البذر فيكون كتير قوي فبرك أحسن تبتعدوا منه شوي ترجعوا تتقربوا منه ترجعوا تبتعدوا على المنطقة المجاورة للبذر عن جد استكشفوا هالمناطق لأنه مثلا فتحة مجالبول حساسة المنطقة اللي بين البذر وفتحة المجالبول حساسة المنطقة اللي بين فتحة مجالبول وفتحة المهبل كمان كتير حساسة فرق الشفرين الصغار والكبار فيكونوا حساسين كتير وحتى تدليك العاني فيكون كتير حساس وفي غير مناطق مجورة كمان حساسة إذا بالأول حسين حالكم مش كتير رطبين فيكون تساعدوا حالكم باللعاب إذا ما رح تحطوا أصابعكم بالمهبل لأنه اللعاب فيزيد نسبة ام احتمال الفطريات وفيكن كمان تستعملوا مظلق عادة استعمال المظلق سناء متاع الزيت بيزيد اللذة والمتعة ما تخافوا تحفظوا مناطق أخرى بجسمكن كل ما بتحفظوا جسمكن أكتر كل ما بتزيد المتعة ما تنسوا عندكن يدين يعني إذا عم تستعملوا إيد تتحفظوا البذر أم المهبل استعملوا تاني إيد تتحفظوا غير مناطق وكمان ما تخافوا أنه تستعملوا السوائل اللي بتطلع من المهبل كرمالة رطبوا البذر بس بتكون تحفظوا البذر الترتيب المهبلة عادة بيساعد عملية امتاع الزيت لأحاسيس مختلفة ما تخافوا تروحوا تحت المي يعني فيكن تستعملوا راس الدوش وتصوبوا المي حوالى المنطقة الجنسية حوالى البذر تتحسوا أكتر وتتزيدوا اللذة فيكن كمان تتلقحوا بالبانيو تبغولكن وتخلوا المي تنزل بين فخاتكن وتشدوا وترخوا بإجريكن وبيفخاتكن كرمال تسيطروا شوي على الضغط المي على المنطقة الحساسة وعلى البذر كمان نوعوا بحرارة المي من الصخن للبارد انتبهوا أكيد ما تحرقوا حالكن وإذا بتكون تطيروا شوي مغامرين أكتر ام كينكي أكتر نزيدوا ضغط المي وقربوا مظبوط الدوش على البذر بيصير الرأس الدوش كأنه هزز ورح يعطيكن إحساس كتير قوي أكيد الواحد مش مطار يكون تحت الدوش تيكون عم بيستعمل هزز فيكن كمان تستكشفوا السكس تويز أم الفيبريترز كرمال تحسوا أكتر وتنبسطوا أكتر بس نصيحة مني ما تشتروا السكس تويز اللي بيكونوا كتير رخصين واللي بيستعملوا بطاريات وما منعرف من أي بلاد بتكون جاي لا استثمروا بسكس توي يكون في ضاين يكون تعرفوا الماركة طبعولته ويكون بتشرج على الكهرباء إذا عم تستعملوا سكس توي ما تنسوا أنه تغسلون قبل الاستعمال وبعد الاستعمال وبس اتملسوا امتاع الزيت اهتموا بحالكن كأنه أنتوا ما شريك أم شريكة يعني البسوا تيب حلوة إذا حابين ما لابس داخلية بتحسسكن أنه أنتوا سكسي نطفوا قدوتكن ما تخلوا يكون في أكل بتخت مثلا أمكلي نكسات حوالها لأتخت لا خلوا يكون المحل نظيف ريحته حلوة فيكن حتى تميرسوا امتاع الزيت بغير محلات من البيت مش ضرورة بتتخذ فيكن تكونوا بالمطبخ فيكن تكونوا بالسالون بقوط القعدة بس أهم شي أنه تكونوا عم تحترموا حالكن عم تحسوا حالكن أن تكون جميلات كفية تكونوا داخل القودة أمبرات القودة النشوة هو إحساس حلو عطوه إيمي وعطوه إيمي لنفسكن قد ما بتعطو إيمي لنشوتكن وتيكون عندكم معلومات أكثر عن امتاع الزيت فيكن تروحوا لأول حلقتين من بودكاست حكي صريح مع دكتور صندرين وتستكشفوا هول حلقات وبيحكوا بطريقة مفصلة ومطولة عن امتاع الزيت وفيكن تعمونا لايك وفولو يلا باي باي اشتركوا في القناة